موسيقى نبدأ مشوار الحرى الليلة مشاهدين وفي العناوين ما الذي عطل ما عرف بالمد الأحمر في الانتخابات النصفية ومنع تمكن الجمهوريين حتى الآن من الفوز بأغلبية المريحة والسيطرة على الكونغرس بمجلسي ماذا يعني عدم حصول أي من الحزبين على أغلبية مريحة في مجلسي الشيوخ والنواد وأيضا في الحرى الليلة بعد انسحاب القوات الروسية من خرسون هل هي ضربة جديدة لبوتين بعد التراجع الميداني المسجل في الأسبوع الأخيرة وما هي الخطوة المقبلة التي ستتخذها واشنطن وحلفاؤها موسيقى نساء الخير هذه الحرى الليلة وأنا حيدر المحرابي نقلب معكم على مدى ساعتين اثنتين عددا من الملفات ونبدأ ساعة الأولى من الولايات المتحدة حيث لا تزال حالة الترقب للنتائج النهائية للانتخابات النصفية سيدة الموقف فبعد يومين على انتخاب التجديد النصفي بات الحسم في من سيسيطر على مجلس الشيوخ مؤجلا في انتظار النتائج في ثلاث ولايات هي نيفادا وأريزونا وجورجيا ولا يزال أكثر من عشرين مقعدا بمجلس النواب ينتظر عمليات الفرز يبدو أن فوز الجمهوريين بغالبية مقاعد مجلس النواب بات مرجحا لكن ليس بالحد الذي كانوا يأملون به أو توقعته الاستطلاعات فحسب النتائج الأولية للانتخابات النصفية لمجلس النواب حصل الجمهوريون على مائتين وعشرة مقاعد وتبقى لهم ثمانية مقاعد للوصول إلى عتبة مائتين وثمانية عشر التي تمكنهم من حسم الأغلبية لصالحهم في المجلس فيما لا تزال النتائج الأولية تشير إلى حصول الديمقراطيين على مائة وواحد وتسعين مقعدا وقد خالفت النتائج التي حصل عليها الحزب الديمقراطي استطلاعات الرأي التي توقعت مدى جمهوريا كبيرا في الانتخابات النصفية وإذا صحت التوقعات فستشكل الانتخابات النصفية أفضل أداء لرئيس في منصبه منذ عقدين أما في مجلس الشيوخ فقد فازت ديمقراطيون بمقعد تشتد حدة المنافسة عليه وهو مقعد بنسلفينيا الذي كان من نصيب جون فترمان بعد جولة انتخابات تشريعية اعتبرت الأكثر كلفة في تاريخ الولايات المتحدة الجمهوريون حصلوا على 49 مقعدا مقابل 48 للديمقراطيين ويحتاج كلا الحزبين إلى الظفر بمقعدين إضافيين على الأقل حتى يتمكن من الحصول على الأغلبية وتبقى لحظة الحسم لمن ستكون الأغلبية في مجلس الشيوخ معلقة بانتظار حسم ثلاثة مقاعد عن ولايات أريزونا ونيفادا إذ قد يستغرق فرز الأصوات عدة أيام إضافية فيما ستجرى جولة ثانية في جورجيا الشهر المقبل تفاصيل أكثر مشاهدين عن النتائج بعد عمليات الاقتراع وينضم إلينا مراسلة الحرة من واشنطن هشان بورار ومن نيويورك توني نداف مرحبا بكم هشان بورار أبدأ معك الرئيس الأمريكي يوم أمس اعتبر بأن النتائج حتى الآن هو يوم جيد للديمقراطية كيف يراقب الرئيس بايدن حتى الآن هذه النتائج وطبعا بالتفاؤل على الأقل أنه تجنب الأسوأ فيما يتعلق بحصد الجمهوريين لعدد كبير كان الرئيس الأمريكي تحدث بالأمس يقول بأن الصحفيين والخبراء كانوا يتوقعون خسرت ما بين 30 إلى 50 مقعد في مجلس النواب يبدو أن ذلك لن يتحقق والأرقام تشير لأن حتى الجمهوريين في حال حسم السباق والأرقام الأخيرة ستمنحهم هامشا قد يكون بنفس الضيق الذي كان عليه هامش الديمقراطيين في السنة الثانية الماضيتين ماذا يعني ذلك طبعا لا يجعل لا يسهل من أمر ما ولا يسهل مهمة الرئيس الأمريكي فيما يتعلق بتمرير تشريعات في الكونغرس بقدر مع الأقل يزيد من القسامات داخل الحزب الجمهوري وبعد التمرد من الجناح اليميني كما رأينا الآن في الحديث عن من سيتولى منصب رئيسا لمجلس النواب بعد حسم السباق الرئيس الأمريكي على الأقل بإمكانه القول بخلاف سبعة رؤساء سابقين في العسل الحديث كلهم خسروا مقاعد كثيرا بينهم من رئيس الأسباق باراك أوباما عندما كان الرئيس جو بايدن نائبا له بستثناء رئيس جورج بوش في العام الفيوري 2 هشام أرجو منك أن تبقى معي أنا مضطر الآن للذهاب للاستماع لهذه الكلمة لجيك سوريفان مستشار الأمن القومي الأمريكي نتابع الإطار الاقتصادي للمحيط الهندي والباسيفيكي ونقوم بريادة الجهود والاستثمارات في الأمور الابتكارية وتحديث البنية التحتية هنا في الولايات المتحدة نؤمن بأننا في موقف قوي لمواكبة التنافس وحل التحديات الكبرى لعصرنا هذا ما يصب إلى فعله الرئيس بايدن في هذه الرحلة وأتطلع إلى سئلتكم في هذه الإحاطة كان هناك اقتراح معين فيما تعلق بهذا التعاون هل كان هذا متعلق باتفاقية تجارية أو غيرها؟ ليس من الضروري أن ننظر إلى هذا الإشماع بهذه الطريقة في نواحي حيث هناك اختلافات ونواحي يمكن التعاون فيها وسنتحدث في سياق الفريق الاقتصادي للتعامل مع مسألات الممارسات الصينية من الناحية وليكون التعاون مؤثراً من الناحية الاقتصادية أيضاً أن نعطي التوجيهات للعمل على مسائل الصحة ومكافحة التجارة بالمخدرات وغيرها بالنسبة أيضاً ما هو أثر انتخابات النصفية على قدرات الرئيس في هذه الحالة؟ وخاصة فيما تعلق مع الصين وهل لديه بالتالي سيكون يريد أن يعمل مع الولايات المتحدة أم لا؟ أولاً بالنسبة للرئيس يغادر بعد بلوز نتائج الانتخابات يشعر شعوراً جيداً وبأنه يتوجه إلى هذه الرحلة والرياح تدفعه بطريقة إيجابية ويعطيه أيضاً موقفاً للتعامل مع المنافسين بشكل أفضل ومن أجل حجد المتعاونين والمؤيدين وما هي أيضاً المبادرة الهمة للسياسة الخارجية كان رئيس واضحاً في الأمس وسيكون واضحاً خلال هذه الزيارة بأنه سيكون هناك دعماً سابتاً لا يتزعزع لأوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي وهناك أيضاً نهجاً يتفق عليه الحزبين بالنسبة لطريقة التعامل مع الصين بغض النظر عن تكوين مجلسي الكونغرس بشكل عام يتوجه إلى هذه الرحلة ويعرف بأن نتائج انتخاباتنا مساء ثلاثاء أن الشعب الأمريكي يرسله بموقف قوي إلى العالم أيضاً بالنسبة لالكونغرس وهذا التأثير سنرى ما الذي سيحدده الرئيس في اجتماع وجهاً لواجه للمرة الأولى منذ تبوءه سدة السلطة وسدة الرئاسة سيجلس في نفس القاعة مع تشي تيفينغ وسيتوجه إليه مباشرة ويتوقع كذلك شيء سيئاً من الرئيس الصيني الشي وسيقوم بعقد الأحكام وهذا الاجتماع مهم جداً ولا بديل لهذه التواصل بين القائدين وللحديث عن هذه العلاقة المهمة شكراً أود أن أسألك عن الأمريكية وما هي الظروف الخاصة بسجنها إذا كان هناك مسجدات حول هذه الظروف وهل هناك تفائل لأننا تخطينا الانتخابات النصفية الرئيس سينتبه بشكل أكثر في هذه القضية والتفاوض حول وضعها علي أن أحمي خصوصية المحادثات مع أسرتها ومع المسؤولين الروسيين ولكن أقول لك بأن سفارتنا في موسكو تركز على مسألة وملف بريتني جراينر ووضعها وكيف تعمل الحكومة الروسية هي معتقلة بشكل غير قانوني يجب إطلاق صراحها فوراً وقد أوضحنا ذلك جلياً لأنظراء الروسيين وتقدمنا بسلسلة من الاقتراحات لإمكانية حل ملفها وملف بول ويلن لإعادتهم إلى الديار حتى الآن لم يظهر الروس رغبة في الإنقيرات في هذه المحادثات من أجل التوصل إلى نتيجة وكما أشار الرئيس بايدن في الأمس نحن نشعر بالأمل بأنه يمكننا تجديد هذا القوار والتوصل إلى طريقة لحل هذين الملفين وإعادة بريتني وبول إلى الديار لا يمكن أن أقوم بالتكاهنات وفقط أقول بأن الرئيس بايدن شخصياً منقلت في ذلك والشيء السيئي بالنسبة لي ونتعامل مع الروس على أعلى المستويات ومع الدبلوماسيين الأمريكيين يعملون على مدار الساعة لتأكد من أنهم يبقون في تواصل بشكل عن كثب مع نظراء الروس هل يمكن أن تساعدنا أننا على فهم ذلك وفيما يتعلق بروسيا وهل الأولايات المتحدة تشجع أوكرانيا على بداية محادثات سلام مع روسيا وأن هذا قد يحدث وهل هذا قد يخفض منها وجزكم؟ أولاً هذه مرحلة تقدم مهمة جداً عسكرياً لأوكرانيين سنراقب ما يحدث وما سيتأتى عن ذلك إذا حدث ذلك فيعني بأن معركة كيف ومعركة خرصان ومعركة خر كيف يكون الأوكرانيون قد سيطروا ضد القوات التي قامت بحرب غير قانونية في بلادهم ولكن طبعاً ليست نهاية الحرب وإذ يستمر الروس باحتلال أجزاء من الأراضي الأوكرانية سنستمر بدعم الأوكرانيين في جهودهم لدفع عن السيادة وسلامة أراضيهم وكما أشار الرئيس في الأمس فنحن نتوجه بمبادئ بسيطة لما من شيء لأوكرانيا من دون أوكرانيا فهو على عاطق أوكرانيا بقيام بهذه القيارات للنسبة للمسار الدبلوماسي والقرارات الفضلة في ساحة المعركة وإذا ما كان هناك فرصة لديبلوماسية فالأوكرانيون هم في أفضل وضع على طولة المفاوضات ليس لدي ما أطفيه اليوم بالنسبة لإحتمالية أو قرب أي نوع من المفاوضات ما يركز عليه الأوكرانيون اليوم هو الدفاع عن البنية التحتية الأساسية ضد هذه الاعتداءات الوحشية البربرية التي تقتل المدنيين وتؤذي الاقتصاد ومحاول تركيز أيضا على استعادة الأراضي الولايات المتحدة لا تفرض الضغطات على أوكرانيا ما نقوم به هو التشاور كشركاء ونظهر دعمنا عبر التصريحات والدعم المعنوي وكذلك المساعدات العسكرية والعينية التي نقدمها سؤال متابعة إرتم ستتابعون ما سيحدث من إجراءات هل هناك أي دلالة فيما تعلق بهذا الانسحاب؟ نرى بعض الإشارات للتحرك يتماشى مع الإعلان الذي حدث في الأمس هي عملية تتطور ولسيما أن الروسيا أرسلت عدد كبيرة من الجنود والمعدات على ضفاف نهر الدينيبرو ونرى ما ستأتي عليه الأمور في الأيام القادمة قبل أن تصل إلى الأحكام إذا كان الروس يحققون هذا الإعلان أو سيغيرون مسار سنبقى على اتصال وثيق مع الأقراني في الأصدق أيضاً لكي تابع هذا السؤال المعني ببريتني جرينر هل ما هو الوضع الحالي بالنسبة لها منذ تم نقلها هنا؟ في جوابي إلى كريس قلت بأنني سأحمي الخصوصية لقد سمعت مقاله الرئيس في الأمس وهذا المسار الخاص مسار سيبريوس والذي نقوم بمراجعة الأمور المرتبطة بالأمن القومي فأنا سأحيلك إلى مسار السيبريوس عوضنا عن التعقيب بالمزيد من هذا المنبر مشاهدين نكتفي بهذا القدر من هذا المؤتمر الصحفي لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان تحدث أن بغض النظر عن نتائج هذه الانتخابات فإن هناك التوافق بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن الصين وقال بأن الدعم لأوكرانيا أيضا سيستمر ما دام الأوكرانيون يدافعون عن أنفسهم في هذه الحرب التي تخوضها روسيا على أوكرانيا في معرض الحديث عن الانسحاب الروسي من خرسون بالعودة مشاهدين إلى الحديث عن الانتخابات النصفية والنتائج التي خرجت حتى هذه اللحظة وأعود مرة أخرى لمراسلين معنا من البيت الأبيض هشان بورار ومن نيويورك طوني ندف هشان بورار أعود إليك نيفادا جورجيا أريزونا هذه الولايات أيضا هي محل مراقبة من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري هل هناك أي ارتياح من قبل الرئيس بايدن البيت الأبيض حيال نتائج هذه الانتخابات في هذه الولايات وبالفعل سمعناها من جيكسوليغ المستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي شخصيا قبل لحظات ويقول بأنه نقلنا بالأمس أيضا عن كبير موظفي البيت الأبيض رون كلين الذي قال بأن الرئيس الأمريكي يبدأ هذه الجولة الدولية التي تقوده إلى مصر وكمبوديا وأيضا إلى إندونيسيا حيث الحدث الأبرز على مستوى القغال لقالق ما بين بايدن ونظيره الصيني جيشينبينغ أنه يذهب ومدفوع برياح إيجابية يرى البيت الأبيض هذه النتائج حتى الآن بمجرد عدم وجود خسارة كبيرة على مستوى مقاعد مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ في ظروف مؤاتية في الحقيقة للمعارضة للجمهوريين رئيس بشعبية متدنية البلاد تواجه تحديات اقتصادية بسبب التضخم كلها مكونات في الماضي في السابق كانت تساعد الحزب الآخر وتحول هذه الانتخابات إلى استفتاء على الرئيس الحالي هذه المرة الرئيس الأمريكي يستمد القوة من تمكنه على الأقل من تجاوز هذه الخسائر الكبرى فبالتالي يذهب يقول إلى هذه الجولة وهو يشعر بأنه تم تجديد الثقة بسياساته سواء على مستوى الداخلية أو الخارجي لذلك نسمع من الرئيس الأمريكي يريد أن ينتقل إلى ما بعد الانتخابات النصفية تركيز على لقاء مع جيشينبينغ على هامشي قمة العشرين في بالي باندونيسيا يوم الاثنين المقبل هذا اللقاء في حد ذاته لا يحمل الكثير من احتمال الخروج بأي اختراق في هذه العلاقة المتوترة أصلا بين الولايات المتحدة والصين لكن على الأقل لعدة فتحة قنوات الديبلوماسية وهذا الحوار المباشر هو إنجاز في حديداته على الأقل في تقدير جيك سوليفن لماذا؟ لأن كان هناك توتر بعد زيارة رئيسة المجلس النواب نانسي بلوسي لتايوان قبل أشهر العودة مجددة للحديث والبحث عن أرضية مشتركة فيما يتعلق بالتعامل مع تغييرات المناخية الحد من الانتشار النووي ورئيس الأمريكي حريص أيضا على إشارة إلى أو تطرق إلى مسألة تايوان وعلى دفاع الولايات المتحدة عن أمن تايوان وأيضا قدير حق الإنسان والانتهاكات التي ترتكب على الصين ضد الأقليات الأيوغور وفي قليم جيش يانج كلها مواضيع سيطيرها الرئيس الأمريكي من موقع قوة بفضل هذه النتائج التي كانت أفضل من التوقعات بالنسبة لبيت الأبيض نتحول من واشنطن إلى نيويورك توني ندف من هناك أبرز ردود الفعل حتى الآن على ما خرج من نتائج في هذه الولاية المهمة لكل الحزبين نعم كما بات معلوما وحسب النتائج الأولية شبه النهائية اليوم في ولاية نيويورك للانتخابات النصفية فاز الحزب الديمقراطي بغالبية المقاعد والمناصب التي كانت على ورقة الاقتراع في هذه الانتخابات النصفية هنا في ولاية نيويورك ولكن بعيدا عن أجواء الانتصار والأجواء الاحتفال بهذا الفوز بدأت تعلو بعض الأصوات داخل الحزب الديمقراطي المنتقدة لطريقة أداء وإدارة الحملات الانتخابية في هذه الولاية تحديدا بحسب رأيهم كادت هذه الحملات ولبعض المرشحين أن يؤدوا إلى خسارة الحزب الديمقراطي بشكل عام إلى خسارة ولاية نيويورك وقد تكون هنا المنافسة والمفاجأة الأكبر أتت على مستوى الانتخابات على المقاعد في مجلس النواب حيث على الرغم من كون ولاية نيويورك يبلغ عدد الناخبين الديمقراطيين فيها عدد أكبر بكثير من عدد الناخبين الجمهوريين نجح الحزب الجمهوري بقلب أربعة مقاعد وفقاً للاسوشييتد بريس أربعة مقاعد في مقاطعتين اثنين مقعدين في مقاطعة لونغ آيلند ومقعدين في مقاطعة هاتسين فالي ولكن الخسارة الأكثر إحراجاً للحزب الديمقراطي كانت في الدائرة السابعة عشر في هاتسين فالي حيث خسر المرشح الديمقراطي شون باتريك مالوني خسر مقعده لصالح المرشح الجمهوري مايك لولر وهذه الخسارة أتت نتيجة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية التي أشرف عليها قادة الحزب الديمقراطي في الولاية بأنفسهم والتي أدت إلى ترشح مالوني عن منطقة غير المنطقة التي اعتاد على الترشح عليها خلال عشر سنوات الماضية فوجد نفسه يمثل قاعدة شعبية لا تعرفه تماماً ولا يسله علاقة فيها مما أدى طبعاً إلى خسارة مقعده وأيضاً من الانتقاضات الموجهة حالياً لعمدة المدينة أريك آدمز الذي برأيهم برأي البعض لم يقم بدوره كعضو في الحزب الديمقراطي وخاصة بعد استشهاد زلدن وعالد آخر من المرشحين الجمهوريين على منبرهم الانتخابية استشهدوا بأريك آدمز وتعاونهم معه لحل موضوع الجرائم وتعديل قانون الكفالة النقدية ونختم طبعاً مع الرأي المعارض الذي أبرزته النائبة أليكساندريا أوكازيو كورتاز والذي وجهته وألامت به رئيس حزب الديمقراطي في ولاية نيويورك جي جايكوبس واعتبرت أن اللون كله يقع على هذا الرئيس وطلبته بالاستقالة كل هذا السجال حيدر وهذه النقاشات المطروحة حالياً تثبت أن الانتخابات النصفية في ولاية نيويورك حملت مؤشرات مقلقة للحزب الديمقراطي طبعاً عليه أن يعيد طريقة التعاطي معها وحلها إذا ما أراد فعلاً المحافظة على هذه الولاية كولاية زرقاء شكراً جزيلاً على كل هذه المعلومات لمراسلين من نيويورك طوني نداف ومن البيت الأبيض هشام بوراء للحديث الآن مشاهدين عن آخر الاستطلاعات المتعلقة في الولايات المتحدة عموماً وبالنسبة لمجلسي الشيوخ والنواب معناً من العاصمة الأمريكية واشنطن خبير الاستطلاعات جاكوب روباشكين سيد جاكوب مرحباً بك معنا أريد أن أبدأ أيضاً من مسألة استطلاعات الرأي هل فشلت استطلاعات الرأي التي كنا نتابعها قبل البدء بهذه الانتخابات النصفية خصوصاً بعد الحديث عن موجة وتسونامي أحمر سيشتاح الولايات المتحدة ياسوب الانتباه إلى أمرين هنا الأمر الأول إذا ما نظرت إلى الاستطلاعات التي حصلت قبل انتخابات مماحدة لحدث انتخابات إن التحليل الأولي الذي قام به بعض المؤسسات كانت تشير إلى أن بعض الاستطلاعات كانت دقيقة إذا ما نظرت إلى سباقات في أريزونا جورجيا بانسلفينيا وغيرها الانتخابات لشيوخ فكانت الاستطلاعات في الولايات دقيقة ما حصل في الأسبوع الأخيرة قبل الانتخابات رأينا بعض الاستطلاعات من الحزبين والتي رعاها المرشحين الجمهوريين والمصالح الجمهورية استخدمت أسلوب غير مؤثر وقليل التعويل عليه ولم يؤدي إلى النتائج الآن وإذا ننظر إلى الوراء نرى بأنها الاستطلاعات الرخيصة والتي لم تستخدم الأساليب المهمة والمؤثرة أدت إلى هذه النتائج الخاطئة وربما كان هؤلاء الجمهوريين أرادوا أن يصوروا الصورة على أنها موجة عارمة جمهورية ولكن على وجه العموم كان هناك نجاح الاستطلاعات الرأي لسيما في مجلس النواب وتمهيدا لنهار الثلاثاء يوم الانتخابات كان هناك أكثر من ثلاثين دائرة تظهر قرب كل هذه الأرقام بفرق حوالي خمسة نقاط أو شيء من هذا القبيل في عدد الدوائر الانتخابية لقد حدث أنه مع هذه السباقات المحمومة بأن تكون لمصلحة الجمهوريين هي أتت لمصلحة الديمقراطيين وحتم الحديث عن موجة حمراء وإنما كان الحزبين متعادلين في هذه السباقات طيب الآن إذا كانت استطلاعات الرأي وبغض النظر عن تلك الدعايات التي بثها الديمقراطيون والجمهوريون ماذا تقول الاستطلاعات عن الولايات الثلاثة التي الكل يراقب النتائج فيها نتحدث عن نيفادا وجورجيا وكذلك أريزونا إن الاستطلاعات في أريزونا اقترحت بأن سناتر مارك كالي كان في الصدارة قبل الانتخابات واليوم ننتظر العد الأخير والنهائي للأصوات ولسيما في ماريكوبا كاونتي مقاطعة ماريكوبا قرب فينيكس يبدو بأنه في موقف جيد وأن الاستطلاعات أشارت إلى أن لديه تقدم على منافسه ماسترس وفي النفاذة الآن ننتظر عد الأصوات النهائي في مقاطعة كلارك كاونتي وحيث تقع لاس فيغاس يبدو بأن كاسين كورتاز ماستو الديمقراطية قد تحصد أصوات من لاس فيغاس تسخولها من فاوس بهذه الانتخابات هنا رأينا أجمهوريين في الصدارة في الاستطلاعات الرأي رأينا أيضا سيدة ماستو تقترب في الأيام الأخيرة من الانتخابات كان سباق محتدم وفي الواقع كان حقا سباق محموم وأي من المراشحين سربما يفوز بفارق اثنين بنقطتين إلى أقصى حد أما في ولاية جورجيا فقد نرى إعادة الانتخابات وورنك أو هارشل ووكر لم يحصل على عتبة 50% فالأداء في جورجيا في الاستطاعات كان جيدا وكان يحكى على أن سيكون هناك سباق محتدم يؤدي ربما إلى التعادل فقد رأينا بأن ووكر إلى 48% وطبعا مع هذا المرشح الليبرتاريين والذي حصد 2% من التصويت إذن استعاطات كانت دقيقة جدا في جورجيا وتحدثت عن ما توقعنا طيب أيام أم أكثر من أيام فيما يتعلق بالنتائج بهذه الولايات بعض الأخبار تتحدث عن أن إذا اقتربت النسبة بين المرشحين فربما هذا سيؤجل أو إذا ما كانت إحدى هذه الولايات بالفعل ستسمح بإعادة الانتخابات بجولة جديدة ماذا في تفاصيل الآراء التي يمكن أن تحسم مسألة النتائج في هذه الانتخابات بالنسبة لجورجيا نعرف أنه سيكون هناك جولة إعادة الانتخابات في ديسمبر بين هرش الوكر ورافيل وورناك ونحتاج إلى شهر لمعرفة النتائج النهائية في نيفادا وأريسونا آمل بأننا سنحصد النتائج النهائية في نهاية هذا الأسبوع ومسألة هي اليوم هي إمكانية عد الأصوات للاقتراع عبر البريد وفرزه وإحصائه في في هذين المكانين سنحصل على نتيجة نهائية في نهاية الأسبوع في نيفادا إذا تمكنت سيدا ماستو من الماضي قدومة بالصدارة هناك حوالا مئة ألف بطاقة اقتراع لا تزال تحتاج إلى العاد إذا رابحت سيكون من الصعب جدا الخسارة في إعادة في جولة إعادة والشيء أيضا مماثل في أريزونا ولكن ما هو الأهم لتركيز عليه بأن يتم عد هذه الأصوات بشكل صحيح وبأن كل صوت يتم عده وحتى وإذا احتاج المسألة إلى نهاية هذه الأسبوع فأعضاء مجلس الشيوخ لا يقسمون ويأخذون القسم إلا في شهر يناير القادم فهناك متسع من الوقت والمهم هو عد كل الأصوات في هذا الوضع جاكوب رباشكين خبير لستطلاعات ضيفة من واشنطن شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات ومشاهدين نستمر بالنقاش ومعنا من واشنطن عبر زوم جون نيفينجر مدير الاتصالة السابق للجنة الوطنية الديمقراطية ومن نيويورك عبر سكايب طم كيس المحلل الاستراتيجي للحزب الجمهوري مرحبا بكم سيد جون نيفينجر أرحب بك الآن حينما يتم الحديث عن يوم جيد للديمقراطية كما قال الرئيس جو بايدن كيف يمكن أن نفسر بأن هذا يوم جيد للديمقراطية والحال أن هناك مقاعد كانت للديمقراطيين قد خسروها لصالح الجمهوريين سؤال ممتاز أعتقد بأن لعبة التوقعات هي مسألة مهمة مثل لعبة الرياضة عندما تركز على تحدي كل الفرص عوضنا عن الفوز باللعبة فنتوقع بأن الجمهوريين كانوا سيسيطرون على مجلس النواب ولم يكن الوضع معروفا بالنسبة لمجلس الشيوخ اليوم نعرف بأن الجمهوريين سيفزون بمجلس النواب بفرق بسيط ولنزال ننتظر ما سيحدث بالنسبة لانتخابات مجلس الشيوخ طبعا كان هناك سرادية كما أشار إلى ذلك جيكوب منذ لحظات بأن كان سيكون هناك موجة عارمة للجمهوريين ورفض لكل ما فعله الرئيس بايدن وآمن به وهذا ما قد رأيناه تاريخيا في الكثير من انتخابات التجييد النصفي بعد أن يتسلم أحد القادة من الحزبين للبيت الأبيض إذن هذه معايير واشنطن لقراءة هذه المواضيع ولكنه أداء جيد للديمقراطيين بشكل عام وهو شيء مفيد لجو بايدن وأن الأمور ليست سيئة بطبيعة الحال وما سنرى كذلك بأن الجمهوريين سيسيطروا على مجلس النواب إذن كان الأمر كذلك بأن الأداء بالنسبة للديمقراطيين كان جيدا وليس بهذا السوء والسنام الأحمر أو الموجة الحمراء لم تتحقق أيضا ما هي الرسالة التي وصلت للديمقراطيين في النتائج الحالية لهذه الانتخابات خصوصا تلك المقاعدة التي خسروها لصالح الجمهوريين هل نتوقع تغييرا بالأداء نتوقع تمهيدا للانتخابات المقبلة الرئاسية ماذا نتوقع وكيف قرأوا الرسالة عموما الديمقراطيون وهذه الإدارة على وجه الخصوص إدارة الرئيس بايدن ترى ما حدث هو تصويت للثقة وعدد من المقاعد تم خسارته وقد تؤدي إلى تغيير السيطرة في بجلس النواب تم خسارة هذه المقاعد بسبب إعادة ترسيم الحدود لدوائر الانتخابية من الجمهورين المسيطرين على الولايات على مستوى الولايات فهذا سهل للجمهوريين بالفوز بهذه المقاعد فكأنك تغيير قواعد اللعبة قليلا عوضا عن التمحيس في إقبال الناخبين إلى صندوق الاقتراع لقد ترى الإدارة بأن ذلك يثبت ما فكرت به وبأن التضخم غيره هو مسألة مهمة وكذلك مسألة الجريمة في نيويورك ومع إيريك أدامس وأيضا مع الحاكمة هوسل وقد إعادة انتخابها وقد يستجبان لمشاغل الناخبين فهناك جهد كبير لتحسين الوضع الاقتصادي للشخص العادي وأيضا مسألة العمل والعمال والبعض يرى بأن الديمقراطيين يحاولون مساعدة الشعب وهذا ما يؤدي إلى أن لم نرى هذه الموجة العالمة الجمهوريين طيب اسمح لي أرحب بضيفي من نيويورك عبر سكايب باتوم كيس المحل الاستراتيجي للحزب الجمهوري سيد كيس أهلا بك لا موجة حمراء ولا هم يحزنون ولا تسونامي أحمر وكل التوقعات التي كانت تتحدث عن سيطرة كاملة للحزب الجمهوري للكونجرس بمجلسيه لم تتحقق على الأقل حتى هذه اللحظة ماذا يقول ساسة الحزب الجمهوري القادة الذين يراقبون هذه الأجواء ويتطلعون أيضا للانتخابات الرئاسية المقبلة أعتقد بأن هناك الكثير من الأسئلة التي تستلزم الأجوبة في الصف الجمهوري وكان المرشحين مقارنة مع المرشحين التقليديين مناسبون وكما أشار الزميل بأن كان هناك انقسام كان هناك بعض المبادرات في أرجاء البلاد وقد استمالت القاعدة الشعبية المحافظة علينا أن نفكر بكل هذه الأمور أعتقد بأن نا في موقف تحول الآن في السنوات القادمة سيد كيس هل تعتقد بأن ما حصل للجمهوريين هو فوز ولكن بطعم الخسارة فأنا لست في الجناح الترمبي للحزب الجمهوري فأنا مرتاح لهذه النتيجة وكان هناك استفتاء على السلطة التنفيذية وأدائها لا أعتقد بأن الجمهوريين سيفوزوا بمجلس الشيوخ ولكن الجمهوريين سيكونوا في الأغلبية في مجلس النواب وأعتقد بأن سيدة بلوسي ستخسر ريادتها ولكن ليس هناك ضمان بأن مكارسي سيكون رئيس الأغلبية سيد كيس أبقى معك عند هذه النقطة هل هذا يعني بأن التيار الداعم لترامب قد خسر بالفعل في هذه النتائج التي نتحدث عنها بالانتخابات النصفية وهذا ربما ما أجل إعلان السيد ترامب للخبر المفاجئ الذي يقول الكثير بأنه ترشوحي للانتخابات المقبلة هل هكذا نفهم المشهد أظن أنه عند هذا الحد في اللعبة قد يكون من غير المبكر أن يكون الرئيس السابق أي شيء فالكثير من رافضي الانتخابات لعام 2020 قد خسروا في هذه الانتخابات وهذا شيء جيد للديمقراطية والديمقراطية تحتاج إلى أشخاص يقبلون التحول السلمي للسلطة وقد حدث ذلك في هذه السنة على أدنى المستويات سيد نيفينغر ما يتوقع الديمقراطيون حينما يخسرون مجلس النواب من أداء للحزب الجمهوري خصوصا وأن هناك ملفات كثيرة بعض المراقبين يرون بأن هناك لجان كانت عقدت من قبل الديمقراطيين سيتم إلغاؤها خصوصا اللجان المتعلقة بالتحقيق بأحداث اقتحام الكونغرس بل أن هناك لجان أخرى سيتم إنشاؤها لملاحقة ومتابعة ملفات يقول داعمون لها بأن ملفات فساد متعلقة بأفراد من الحزب الديمقراطي أظن بأن واشنطن لن تحقق الكثير في السنتين القادمتين نسبة لتمريد تشريعات الكبرى عندما يكون حزب يسيطر على مجلس من المجلسين فتتم عرقلت هذه الأمور قد يحلم البعض إذا ما اعتقدوا بأننا سنحقق الكثير إن التوقعات أنه في مجلس النواب لن ترى إذا ما خسر الديمقراطيون السيطرة وأعتقد بأن التحقيقات في أحداث الاقتحام الكونغرس في السادس من يناير قد تنتهي وقد نرى كذلك أقتبس تحقيق نهاية الاقتباس لأعمال سيئة يزعم بأنها تعزى إلى إدارة إلى جو بايدن وأعتقد بأنه ليس هناك رغبة من الجمهوريين لقيام التحقيقات إذا ما حدث انتسازي الأمور هو فقط للرد على ديمقراطيين لمحاولة لتوبيخ دونالد ترامب وحتى قبل ذلك كان هناك تحقيقات ضد الديمقراطيين عندما تسنت الفرصة لجمهوريين للقيام بذلك إذن لا أعتقد بأنه سيكون هناك أمور مثمرة ستتأتى عن أعمال الكونغرس في السنتين القادمتين وإذا ما ترشح الرئيس بايدن لولاية ثانية فسيرتكز على كل الإنجازات التي قام بها في السنتين الأولياتين هذا صحيح أعتقد بأنه لا يحدث الكثير في السنتين القادمتين في الكونغرس أظن نحن كجمهوريين إذا ما سيطروا على مجلس النواب عوضا عن القيام بالحكم سيقومون بالتحقيقات كمواطن أمريكي في الولايات المتحدة أفضل بأن يقوم جمهوريين بالحكم والحكمة أكان ديمقراطي في البيت الأبيض أو في الكونغرس أو جمهوري لا يهم نحن ننتخب القيام بعمل وليس لأن نحقق في بعضنا البعض الآخر ولكنهم سيحاولون تسديد بعض الضربات السياسية في سنتين القادمتين طبعا إن هذا الإحباط شعور بالإحباط الذي يشعر به توم يشعر به الملايين الأمريكيين نعم هذا هو الواقع الذي سيحدث بغض النظر عما تكون نتائج في الأيام القادمة الجمهوريون سيفوزون بمجلس النواب وعوضا عن الحكم والحكمة سيعرضنا نفسهم لأمور لا يدون أن يعرضوا نفسهم لها سيد كيس هذه حقيقة نقطة محيرة يعني من يتابع الشأن الأمريكي خصوصا مشاهدين الذين يتابعوننا ربما من الشرق الأوسط الآن يقولون كيف يمكن لقلعة الديمقراطية في العالم الولايات المتحدة أن يكون الناخبون يتبارزون لأغراض شخصية أكثر من الفائدة والمصلحة العامة للولايات المتحدة الأمريكية سيد كيس كيف يمكن أن تجيب أن نفسر هذا الأمر الديمقراطية صعبة جدا وشاقة وفيها فوضوية وعبثية وأحيانا من المقزز أن نشاهد ما يحدث في إجراءاتها علينا أن نتوصل إلى نظام أفضل لنسير هذه الأمور أن تكون مواطن في ديمقراطية فعالة مؤثرات تستلزم منك الانخراط والتواصل مع الممثلين المنتخبين عنك وأن تقرأ الصحف علينا أن نتوقف عن النظر إلى الآخرين بأنهم أعداء ونراهم أنهم جيران أتفق مع توم وهذا هو الوضع اليوم لأنه من السهل جدا أن نتهم الشخص الآخر ونقول بأنه العدو وأنه الشر وأنه خائن هذا وذاك عوضا عن قيام بالحكم والحوكم المؤثرة ما يحدث اليوم في أمريكا أن هناك تشضي وانقسام ومن الهام أن نفهم ما يحدث وأن نركز على مصادر الأخبار الموثوق فيها وما يحدث ومن يحاول أن يسوق لأخبار مؤلمة عن الشخص الآخر ولكن هذه نقطة مهمة وصعبة أيضا مسألة متابعة الأخبار والتأكد من الأخبار وحقية وصحية ودقية هذه الأخبار برأيكم إلى أي مدى ساهمت وكالات الأنباء هنا وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي بزيادة هذا الشق والانقسام في المجتمع الأمريكي والحديث عن هذه المعارك السياسية التي نتابعها سيد كيس برأيك عند هذا الحد أنا لا أتصفح فيسبوك وإنستغرام وغيرها يستخدم هذه المنصات من يريد أن يقرأ فقط ليثبت ما يؤمن به وبهذا الحماس المتشدد أكان في الولايات المتحدة أو في أي مكان من المعمورة فهذا التشدد أمر خطير وقد يؤدي بالأشخاص لفعل ما هو ليس في مصلحة مجتمعاتهم وفي مصلحتهم وما يصف في دعم أفكارهم في اللحظة والكثير من المراسلين اليوم حول العالم يتساهلون ويأخذون كل نقاط الأساسية التي تم البحث فيها وترويجها كانت في انتخابات العام 2000 كان هناك كثير ما حدث في إدارة وعهد الرئيس بوش السابق بعد ثلاثة عقود سيد نيفنجر ماذا تقول ماذا تأثير وسائل التواصل والأخبار على ما يجري اليوم سريعا لو سمحت أظن أن وسائل التواصل الاجتماعي هي تجربة متميزة ولم نشهد هذه التجربة الديمقراطية مع هذا النوع من الشوربة التي فيها الكثير من المكونات فمن يقومون ببناء مركاتهم وأن تطلب منهم شراء الأمور وأن يفكروا بالطريقة فهذه كلها شيء جديد ولم تقوم وسائل الإعلام بإعادة التقييم من أجل المحافظة على نفسها شكرا جزيلا نعم شكرا جزيلا برؤم أن الرئيس بايدن قبل أيام وصف تويتر بأن شركة تنشر الأكاذيب شكرا جزيلا على هذه المشاركة لضيفه من واشنطن عبر زوم جون نيفينجر مدير للتصالات السابق لديمقراطية ومن نيويورك عبر سكايب توم كيس المحلل الاستراتيجي للحزب الجمهوري بعيدا مشاهدين عن نجاحات أو إخفاقات أي من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي في الانتخابات النصفية استقطب مرشحون في هذه الانتخابات الأضواء وصنعوا عنوين الأخبار ووصف متابعون ما تمخضت عنه هذه الانتخابات من إحصائيات بالتاريخية على صعيد الإنجاز الشخصي لبعض الفائزين فيها التقرير التالي يرصد أبرز الظواهر والإحصائيات التي تحدث لأول مرة في تاريخ الانتخابات النصفية نتابع قد تدخل الانتخابات النصفية الأمريكية التاريخة من خلال مرشحيها وفق مراقبين واعتاد من تبع هذه الانتخابات على قراءة عبارة انتخاب أول حاكم أو أول امرأة أو أول أمريكي من أصول أفريقية الديمقراطية المراهلي الفائزة في سباق حكام ولاية ماساتشوسيتس والتي تشغل حاليا منصب المدعي العام للولاية هي أول حاكمة مثلية في تاريخ الولايات المتحدة تبلغ هلي من العمر 51 عاما واعتبرت وسائل إعلام أمريكية أن فوزها يعد انتصارا طال انتظاره لمناصر مجتمع الميم الذين حاول انتخاب مثلية في أعلى منصب في حكومة الولاية لعقود وتمخضت هذه الانتخابات أيضا عن فوز الديمقراطي ويسمور ليصبح أول حاكم من أصول أفريقية لولاية ميرلند ومور الذي ينظر إليه على أنه نجم صاعد بين جيل جديد من القادة في الحزب الديمقراطي هو مؤلف وقبطان سابق للجيش ومدير تنفيذي في منظمات غير ربحية وباتت سارة سندرز التي كانت تشغل سابقا منصب المتحدثة باسم البيت الأبيض في ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب أول امرأة حاكمة لأركنس بفوزها على الديمقراطي كريس جونز كما تمكن ماكسويل فروست النشط التقدمي البالغ من العمر 25 عاما وأول عضون من الجيل زيد من تأمين مقعد له في مجلس النواب وزيد كلمة تطلق على الأجيال التي ولدت في الفترة بين منتصف التسعينيات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية ويتميز أفراده بقدرتهم على استخدام التكنولوجيا والتكيف معها وفي ولاية ألاباما فازت مرشحة الحزب الجمهوري المحامية وسيدة الأعمال كاتيبريت بمقعد مجلس الشيوخ لتكون بذلك أول امرأة من الولاية تنتخب لعضوية المجلس عربيا فاز الأمريكي من أصول فلسطينية عبدالناصر رشيد في انتخابات التجديد النصفية ليصبح أول فلسطيني في الولاية ينال المنصب كما فازت أيضا الأمريكية من أصول فلسطينية رأى رومان في جورجيا يأتي ذلك بعد التجديد للنائب عن ولاية ماشغن رشيد طليب أول أمريكية من أصل فلسطيني تشغل منصب نائب في مجلس النواب الأمريكية ليدخل المجلس بعد الانتخابات الأخيرة ثلاثة نواب من أصول فلسطينية نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفين من جورجيا عبر سكايب روبرت باتيلو المحامي في الحقوق المدنية ومن أوهايو عبر زوم جاك ويتمان الطالب الجامعي مرحبا بكم سيد روبرت باتيلو أبدأ معك ما أبرز المفاجأة التي حصلت من وجهة نظرك خصوصا فيما يتعلق عبارة أول فائز من أقلية أو من عرق أو من جنس أو ما شابه ما أبرز المفاجأة التي حصلت في هذه الانتخابات النصفية أعتقد أن العودة إلى مجاريها الطبيعية إذا ما نظرت منفاز بمنصب الحاكم في أوهايو وبراين كامب في جورجيا قاموا بحملات تقليدية جمهورية وسطية وأدت إلى نتائج عوضا عن من من اليمين المتطرف من أتباع إدولوجية الماغا جعل أمريكا عظيمة مجددا وابتدح بأن هناك جزء من الشريحة الجمهورية لا يريدون الانتماء إلى هذه الأفكار والجمهوريون حصدوا من حوالي أربعين مقعدا في هذه الانتخابات فهو إدانة لحركة الماغا وأعتقد أنك سترى وسطيين من الجمهوريين يعودون إلى السلطة الحكم إلى أوهيو جاك ويتمان جاك بالنسبة لك ولشريحة الطلاب هنا في الولايات المتحدة هذه النتائج بعض الفائزين فيها هل مثلت مفاجأة بالنسبة لكم أم أن هذا هو الوضع الطبيعي والعودة إلى الوضع الطبيعي كما قال ضيفي روبرت باتيلو نعم كان هنا لإقبال كبير للطلاب في الانتخابات وشاركوا في هذه النشاطات فهذه الانتخابات كانت استفتاء عن ترمب والإجهاض قضية الإجهاض واستفتاء حول أداء الحزب الديمقراطي كما هو اليوم عموما الشريحة الشباب تميل التصويت ديمقراطيا ورحظنا بأن الجمهوريين لا يسواوتون بنفس الطريقة طيب جاك بما أنك طالب جامعي أريد أن أسألك بأن استطلاعات الرأي تتحدث عن الطلاب الجامعيين كما قلت قبل قليل معظمهم يصوتون للديمقراطيين ومن أو غير الحاملين للشهادات هنا في الولايات المتحدة في العادة يذهبون إلى الاتجاه الجمهوري لماذا برأيك لماذا هذا التقسيم حتى نشرح أكثر للمشاهدين عموما إنها فكرة من يتمتع بالرخاء والشباب ليس لديهم الكثير من الأصول والموارد ويريدون حماياتها من الضرائب ومن الأمور التي تفرضها الحكومة أما من كسب وجن الأموال تلت حياته فهو يريد محافظة عليها وحماياتها عموما إن القضايا الأساسية في هذه الانتخابات وتستقطب هذه الشريحة عن تاك مسألة الدين الطلاب وقد قاموا بالإقبال على الانتخابات سيد باتيلو كانت من ضمن الملفات الملحة هي ملفات حقوقية وربما أبرزها القضية المتعلقة بالإجهاد الآن بعد الأرقام الأولية لهذه النتائج في معظم الولايات المتحدة هل ربح جانب حقوق الإنسان من وجهة نظرك في هذه النتائج أم لا أعتقد بأننا رأينا مصالح متضاربة في أرجاء البلاد حول مسألة الإجهاد وليس لدي علاقة بمسألة الإجهاد بحد عينها وإنها مسألة السيطرة على قرار في الإجهاد هل تتخذ هذا القرار المرأة بالنسبة لإحتياجات صحتها أم الولاية كما قد في بنسلينيا مثلا أشاروا إلى ضرورة أن يبقى هذا القرار بيد المرأة لتتخذ القرار بالنسبة لصحتها إن إلغاء قرار رو ضد ويد أيضا مرتبط بمسألة وسؤال حول الخصوصية والآن يبحث في مسألة زواج المثليين وهناك لائحة من الحقوق والتي تسلب إذا ما تم إلغاؤها فالمسألة أكبر من مسألة الإجهاد وهي كانت في هذه الانتخابات مسألة النظر في نفوذ الحكم والحكومة على حقوق الأفراد وحرياتهم عندما تتحدث عن 52% من الشعب هم من النساء وهل يجب أن يستشير المنتخبين من أجل اتخاذ هذه القرارات فكل هذه الأمور حيوية يعني 52% من الشعب الأمريكي هم من النساء ومع ذلك 25 امرأة فقط تترشح لمنصب الحاكم في هذه الانتخابات سيد باتيلو البعض اعتبر بأن هذا رقم تاريخي ولكن البعض الآخر اعتبر بأنه رقم هزيل قياسا بنسبة النساء وما يمكن أن يشغلنه من مناصب في الدولة أنت محق وأنه هناك سقف يميز دا المرأة في الحقل السياسي الأمريكي وأعتقد كذلك أنه إذا ما نظرت إلى نظام الأبوي في الولايات المتحدة والذي كان هناك قضاء دائما هم من الرجال ومن البيض في المحكم في أمريكا نرى بأنها هناك كبير مما يجب فعله ومنذ انتخابات العام 2018 حيث هناك اليوم موجة كبيرة من رؤساء البلديات هم من النساء وهذا لم يكن من قبل فسنرى ذلك سنرى المزيد بين النساء في مناصب الريادة جاك ويتمان هناك أحد الفائزين بعمر 25 سنة وأكبر الفائزين كان بعمر 88 عاما بالنسبة للشاب الذي فاز بعمر 25 عاما هل هذا يحفزكم جيل شباب جيل العشرينيات بأن تدخل بالفعل مضمار السياسة والانتخابات وتغير الوجوه التي تم الاعتياد على رؤيتها في الكونغرس تحديدا نعم إن الشباب ينخرطون في الحياة السياسية وقيل بأن سن الترشح لمنصب الرئاسة هو 35 وليس ضعف هذا الرقم فإذا ما نظرت أيضا إلى الاندفاع في الإقبال على الانتخابات كان بالنسبة للتصويت للمرشحين لشخص المرشح حوضا عن الحزب والانتباع الحزبي وبذلك سترى أعداد كبيرة من الشباب تنتخب أكثر فأكثر من أهايو جاك وايتمان شكرا جزيلا لك وضيفي من جورجيا روبرت باتيلو شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة أولا من الحرى الليلة انتهت نتابع في الساعة الثانية ماذا يعني عدم حصول أي من الحزبين على أغلبية مريحة في مجلسي الشيوخ والنواب كنوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر